ازاي حضراتكم يا جماعة عاملين ايه كله تمام طيب حول احدث تقارير هيئة الرقابة على الصدرات والواردات احنا كنا بنتكلم لو تفتكروا بس في حاجة بقى مهمة عايزين نتكلم عليها مصر بتخطط ودي حاجة هتبقى متعلقة فيما بعد ذلك بما سألت صدرتنا واردتنا ولوجستيات وما الى ذلك مصر بتخطط انها تعمل سبع ممرات لوجستية وان تبقى هذه الممرات اللوجستية ممكن تسميها ضخمة ممكن تسميها عملاقة سميها زي ما تسميها المفترض انها تشتغل على ايه؟ انها تربط المناطق بتاعة الانتاج الانتاج ده بقى صناعي الانتاج ده زراعي الانتاج ده تعديل الاخيره بالمواني بتاعتنا على بحرين حلوة اوي نفهم بقى القصة دي واهميتها ايه وتؤدي لايه منضفنا العزيز جدا 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 دكتور حسن مهدي وطبعا دكتور حسن مهدي غاني عن التعريف قسيد الطرق والنقل بكلية الهداثة بجامعة عين شمس منورنا دكتور ربنا خليك انا سعيد بوجودي معك النهاردة ده انا اكتر ونأمل ان شاء الله تعالى ان احنا نقدر ندي فكرة عن الموضوع بشكل جيد المحاور اللوجستية اللي تم الالان عنها من وزارة النقل وعدادها سبعة الهدف منها زي ما حضرتك قلت ان انا بربط مناطق الانتاج بالمواني واقدر ان انا انقل مستلزمات انتاج اوديها للمناطق الصناعية فابتدي اصنع او ان انا انقل حتى سلع استراتيجية ومنتجات من داخل مصر من مناطق لوجستية انقلها الى مناطق التوزيع او لو كنت هصدر فانقلها الى المواني البحرية عشان يتم عملية تصدير مبدئيا مصر 90% من التجارة الدولية بتتم عن طريق النقل البحري وده كان هدف اساسي او مدعاه الى ان انا اهتم بتطوير المواني وعندنا تارجت ان يبقى عندي اجمالي اطوال الارصفة البحرية في اجمالي المواني على البحرين الاحمر والمتعصت حوالي 100 كيلو متر طولي وبنزود الغاطس عشان اقدر استقبل نقلات الحويات العملاقة بننشئ محطات متعددة الاغراض علشان اقدر ان انا استثمر في البنية الاساسية للمواني المصرية خصوصا لا يخفى على المواطن العادي حتى ان في توكيلات ملاحية هجرت مصر نتيجة عدم تطوير البنية الاساسية للمواني وكان في عندنا دول جوار اقليمي بتقدم خدمات افضل وطورت من موانيها فبالتالي علشان نرجع تاني للمنافسة كان لابد ان انا اطور من المواني البحرية بتاعتي كان يستلزم تطوير المواني البحرية ان انا اعمل مناطق لوجستية ومواني جافة ليه؟ لان المواني الجافة هي البكي ارض بتاعت المواني البحرية بدل ما البضاقة بتتراكم في المينة البحرية علشان الاجراءات بقى من جمارك من تفتيش من حجر صحي من كذا من كذا ده كله بياخد حيز من المينة البحرية فالنهاردة لما بيكون في عندي مخزن اللي هو المينة الجاف للمينة البحري بنقل بالسكة الحديد مباشرة من المينة البحري فأزيد من الطاقة الاستعبية أفضل الأرصفة وساحات التخزين فتجيني بضاقة تانية فقدر ان انا ازود من الطاقة الاستعبية للمينة المحاور اللوجستية لها دورين في الواقع دور لخدمة التجارة الداخلية ودور لخدمة التجارة الخارجية لمصر فلما نتحدث عن ايه هي المحاور دي نبتدي نسردهم كده ونتكلم عن كل واحد منهم المحور اللوجستي الأول اللي هو ربط مواني السخنة بمواني اسكندرية من خلال الخط اللوجستي الأخضر أو القطار القهربائي السريع الخط الأخضر اللي هو هيربط لعين السخنة ويمتد حتى مطروح وهناك طموح لمده إلى السلوم ولو مدته للسلوم يبقى أنا كمان هبتدي أطمح أكتر أن أربط نفسي بدول المغرب العربي ليبيا وبعدين أبتدي بقى أخذ الضبط كده وبالتالي يبقى ده موجود وإحنا شغالين على الجزء دوم في مصر بحيث أن أنا أبقى جاهز لما تتحسن الأجواء في دول المغرب العربي أقدر أن أنا أربط حديديا وطبعا الرابط الحديد ده خلينا نقول أنه هو بيعظم مش بس التبادل التجاري لكن كمان الوحدة في السياسية النهاردة الاتحاد الأوروبي لما قام قام الأول على مصالح تجارية ما بين دول الاتحاد وبعد كده قام كيان سياسي نتيجة أن فيه مصالح مشتركة وهي السياسة مصالح فلما نتحدث عن هذا الخط اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية وعندنا فكرة ميناء الإسكندرية الكبير اللي هيضم الدخيلة والماكس والميناء الإسكندرية كل هذا الخط اللوجيستي أقدر أن أنا أعظم الضور الاستراتيجي لقناة السويس هو ليس بديلا لقناة السويس لقناة السويس النهاردة ناقلت الحوايات اللي بتشيل آلاف الكنتينرز مش هقدر أن أنا نقل دوما بالقطر وأقول أن أنا هعمل ده بديل ليه مستحال لكن أن أنا أقدر أن أنا أدعم الضور دوما وفي نفس الوقت الخط اللوجيستي ده بيمر بمناطق صناعية يعني هيمر بمثلا أكتوبر هيمر بمدينة السادات هيمر بنبرية هيمر ببرج العرب يبقى أنا أقدر أنقل من مواني السخنة أو الإسكندرية مستلزمات التشغيل لهذه المناطق الصناعية وأقدر أنقلها للمناطق الصناعية دي فأقدر تكلفة النقل تكون أقل وبالتالي يبقى أنا بشغل المناطق الصناعية بحاول أن أنا أعمل صناعات قيمة مضافة من خلال المناطق اللوجيستية المنشأة في هذه المناطق أنا مدينة السادات فيها منطق لوجيستية السادس من أكتوبر فيها مينة جايف جوه المنطقة الصناعية فكل هذه الأمور مرتبطة بحركة نقل أستطيع فلما نتحدث عن الخط اللوجيستي اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية ده له قيمة فنية واقتصادية قوية وطبعا الدولة شغالة على القطار القهرباء السريع فبمجرد ما ينتهي الجزء اللي هو حتى مش لازم الخط كله لو أنا انتهيت لحد اسكندرية وبكمل لسه الحد مطروح أقدر أن أنا شغل الجزء دو وأدي الغرض منه طبعا ده هيبقى بضايع وركاب نقل بضايع بسرعة حوالي 120 كم في الساعة والركاب هتبقى الإكسبريس بتاعها بسرعة 230 والريجونال أو اللي هو الإقليمي هيشتغل 160 كم في الساعة ده خط الخط التاني اللي هو ربط ميناء الإسكندرية الكبير اللي قلنا أنه هيضم التلات مواني بالميناء الجاف في أكتوبر وده عن طريق أن أنا بعمل خط حديدي اسمه بني سلامة أكتوبر ده هيربط مع خط الاتحاد وخط الاتحاد بجري تطويره وازدواجه علشان أوصل لميناء الإسكندرية وبالتالي يبقى أنا أقدر أطلع البضاعة من ميناء الإسكندرية بشكل سريع أحملها على القطر أوديها للميناء الجاف في أكتوبر الميناء الجاف في أكتوبر عنده طاقة استيعابية عالية وده بشراقة مع القطاع الخاص وإحنا هنا بنقول برضو بالمناسبة أن إحنا ما عندناش أي غضادة أن يكون فيه شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص طالما حقوق الدولة محفوظة والدولة لا تبيع مرافق يعني لما يدخل معايا القطاع الخاص هاند إن هاند بنسميها وين توين سيتيوشن هو يكسب والدولة تكسب هيشغل ناس هينقل تكنولوجيا هيدفع ضرائب يبقى الكلام ده كله ليه مرضوط جيد واختيار مناطق المواني الجافة والمناطق اللوجستية لها معايير علشان تخدم الكينات اللي موجودة فإحنا نتكلمنا دلوقتي عن محورين لوجستيين نتكلم عن التالت اللي هو هيبقى القاهرة الإسكندرية بدءا من محطة بشتيل اللي إن شاء الله قريبا طرى نور وهيبقى فيه خط بقى من إيتيال برود يروح لمدينة السادات لخدمة المنطقة الصناعية اللي في مدينة السادات ويستطيع الخط اللوجستي اللي بيربط المينة الجاف في أكتوبر اللي احنا لسه نتكلم عنه دلوقتي أنه نربطه مع الخط بتاع القاهرة الإسكندرية اللوجستي فأقدر أنه نأنقل كمان للمينة الجاف في أكتوبر عندنا آه طبعا شبكة شبكة مستمرة أنا هنا هستأذن هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل أكمل هذا التشبيك وهذا التفريع وهيبقى فيه عندي كمان سؤال كده جاي على الهامش لو صح التعبير استنونا لو سمحتوا بعد الفاصل مع دكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس بعد الفاصل فهور طيب خلوني يعني أجدد الترحيب بدكتور حسن مهدي واحد من أهم خبراءنا بالمناسبة في المنطقة بالكامل يعني بس أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس طبعا إحنا كلنا عندنا عارفين هنس عين شمس يا أصعب هندسة في الدنيا دايما إحنا نقول كده فأنا هرجع مرة لدكتور حسن إحنا وصلنا لحد النقطة بتاعة استاذات إيتيال بارود وربط ده بستة أكتبر وطريق مصر سكندري إيه كمان؟ عندنا المحور اللوجيستي العريش طابة هو ده اللي أنا كنت أسأل عليه العريش طابة العريش طبعا ميناء حيوي جدا بالنسبة لمصر كمان يعتبر موقع استراتيجي هام على البحر المتقصد لما ربطه بميناء طابة في خليج العقبة مرورا بوسط سينة دي ضربة معلم لأن دي سياسة واقتصاد طبعا أنت كمان بالمناسبة كمان بتخدم مناطق صناعات سقيلة في سينة بتنمي لأن أي محور أو وسيلة نقل هي شريال للحياة فالنهاردة لما يبقى فيه خط حديدي يبقى أنا بنمي بيبقى فيه عندي حتى رفع للقيمة المالية للأرض اللي ما كانتش فيها وسائل المواصلات بمجرد مرور خط سكة حديد أو طريق أو أي مشروع للنقل بيزود من القيمة المالية للأرض وبخلق مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية دي نقطة مهمة جدا لأن الإرهاب عدو العمران لما يكون فيه عمران ويكون فيه ناس وفيه توطين للصناعات توطين للبشر ومجتمعات عمرانية وزراعة وصناعة وكده يبقى أنا بضمن أن المنطقة دي مش هيكون فيها إرهاب فده جزء برضو يعتبر بعد أمن قومي بالإضافة إلى البعد التجاري والاستراتيجي أن أنا بربط ميناء العريش بطابة على خليج العقبة وده بيساعد في التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي أقدر كمان أعمل ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط يعني النقل ما بيني وما بين الأردن وما بين العراق ممكن يبقى جزء من المنقلات أو البضائع تنقل بالبحر جزء ينقل بالبر عن طريق شاحنات جزء ينقل بسكة الحديد وبالتالي أنا بعمل منظومة نقل متعدد الوسائط وهذا الأمر مدروس خلينا أقولك أن الدولة من 2014 بتشتغل بوعي وبدراسات فنية مستفيدة ما بنقولش تعالى أن نعمل طريق هنا ومش عارفين إيه فايدته أو نعمل خط حديدي هنا ومش عارفين إيه الجدوى بتاعته هل ده هينجح أو مش هينجح ومشروعات النقل أستاذ يوسف بتخدم التنمية المستدامة للدولة يعني النهاردة أنا بخدم قطاع نقل قطاع نقل قطاع خدمي والدولة لا تهدف للربح من قطاع النقل ولكن بدون قطاع نقل مش هتقدر تعمل تنمية مستدامة أديك أمثلة أنت بتعمل 32 مدينة على مستوى الجمهورية وعايز تنطلق من المساحة المحدودة اللي هي كانت 6% حوالين ودي النيل عشان تنتشر على مساحة جغرافية أكبر خصوصا أن أنت بتزيد 2.5 مليون مولود في السنة فكان عشان ده يتم لابد أنك تعمل بنية أساسية قوية البنية الأساسية هي أساسها النقل أعمل طرق أعمل سكة حديد أعمل وسائل نقل أقدر أن أنا أعظم الاستفادة من المدن الجديدة النهاردة لو قلنا الحد تعال سكم في مدينة جديدة هيقول لك هروح إزاي ده أول سؤال فيه خدمات ولا ما فيهش ده تاني سؤال عشان يقدر أن هو يسيب مكانه ويروح يسكم في مدينة جديدة نرجع تاني للمناطق اللوجستية عندنا جرجوب السلوم جرجوب دي منطقة فيها ميناء بحري على أحدث الأنظمة الملاحية اللي موجودة منطقة جرجوب دي في منطقة النجيلة غربة مطروحة بحوالي 60 كيلو لما نعمل خط حديدي يربط جرجوب بسمى للسلوم اللي وزارة النقلة بتطوره وبتعمله تحديث وازدواك حاليا أقدر أن أنا أخذ البضائع من ميناء جرجوب على البحر المتعصد في منطقة النجيلة وأنقلها للسلوم وأنا لسه كنت أحكي مع حضرتك أننا عندنا طموحة أن نربط مع دول المغرب العربي يبقى أنا أقدر كلام ده أنقل من مينة جرجوب أود السلوم وبعد كده لو في فرصة أن أنا أربط مع ليبيا وغيرها من الدول المغرب العربي أقدر أن أنا أعمل ده مش ده بس ده أنا كمان ميناء جرجوب وضعه الاستراتيجي هو يعني يعتبر منفذ للدول الأفريقية غير المتشاطئة يعني أنا الدول الأفريقية اللي ملهاش إطلالة وملهاش مواني بحرية اللي هي الدول الحبيسة أقدر أن أنا أصدر لها بضاياها أو أوصل لها البضايا اللي جاية من بره عن طريق مينة جرجوب فده برضو محطوط بعد يعني عايز أقول فكري وهندسي أن أنا المينة دون بالإضافة لأنه هو هيربط مع السلوم اللي هو المحور اللوجيستي جرجوب السلوم هيبقى عندي كمان فرصة أن أخدم الدول الحبيسة أو الدول الأفريقية غير المتشاطئة أظن ممكن يخلق لي فرص جديدة للصناعات المشتركة ما بيني وما بين كل هذه الدول طبعا لأنه زي ما قلت لحضرتك هي وحدة المصلحة المشتركة لما يكون فيه مصالح مشتركة بيبقى فيه حتى وحدة في الرؤى أن أنا مصلحتي مع حضرتك فليها عرضك في أي يبقى يبقى عندنا وضربت مثال بالاتحاد الأوروبي قلت أنه قام على فكرة أن مصالح تجارية أو الأول أو اقتصادية دي كلها نتكلم برضو في الجنوب على محور اللي هو أبو طرطور إنا أبو طرطور سفاجة عشان أخذ الفوسفات المشروع اللي كانت عمل ويمكن في فترة من الفترات كان الخط الحديدي تسرق وحصل مشاكل وكلنا عارفين فالنهاردة لما نوحي هذا المحور أقدر أننا أبو طرطور إنا وإحنا عندنا القطار السريع الخط الأحمر اللي هو سفاجة الغرداء إنا وأنا عندي في سفاجة منطقة لوجستية وبالأمس القريب كان فيه توقيع ببرتقول مع شركة مواني أبو ظبي لإدارة المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجة يبقى نقدر أننا أخذ خام الفوسفات من أبو طرطور ووصله لسفاجة بالخط خلي بالك النقل بالسكة الحديد اقتصادياته أعلى لأن أنت أولاً بتحافظ على شبكة الطرق لأننا عندنا مشكلة الطرق ببوز نتيجة أن الحمولات الزيادة بتخلي الطريق بدل ما بيعيش العمر الافتراضي بتاعه بيقل فلما ننقل بالسكة الحديد هيبقى التكلفة أقل أكثر اقتصاداً هيبقى الأمان أعلى لأن التريلا اللي ماشي يا شايلة ضعف حملها لو عملت حدثة بيبقى الوفيات والجرحة والتلافيات أكثر فأنا ما بقولش أن أنا بلغي دور النقل البري لكن لما دخل شريك للنقل البري وعشان أبسطها للمواطن أو المشاهد الكريم لما كان عندنا شركة اتصالات واحدة غير لما يبقى أربعة صح غير لما يبقى خمسة فأنا بخافي في الضغط كل واحد بيقدم عروض ويتنافس والمواطن مستفيد طبعاً يعني حضرتك كصاحب مصنع مش مطلوب منك أنك تجيب البضاعة بتاعتك لحد الحوش بتاع السكة الحديد وبعدين الهالك وترجع تاخدها تاني لو ده حصل هتقول طبعاً نعمل كده ليه ما نجيب عربية نقلة تنقلها من الباب للباب على طول فالسكة الحديد هتوفر خدمات من النقل من الباب للباب من خلال مرفق السكة الحديد نفسه بشراكة مع القطاع الخاص برضه بحيث أن حضرتك بتعمل وطبعاً هيكون فيه تأمين على البضاعة المنقولة والكلام ده كله علشان حضرت يبقى فيه مصدقية طبعاً علشان أنت كصاحب منقلات أو بضاعة يبقى فيه مصدقية ما بينك وما بين السكة الحديد وبالتالي يبقى المرضود أن أنا أعيد السقة بين المرفق وبين المواطن دكتور يعني أنا ببقى مبسوط جداً لما بسمع شرح حضرتك ومتشرف جداً أن نمرتنا النهاردة مع أننا مأخرينكم صهرين لا فأنا سعيد لا والله العظيم أكتر وأتمنى أتمنى فعلاً أن نحن نشوف حضرتك قريب جداً تاني نتكلم بشكل أكثر استفادة عن محور محور يعني ممكن ناخد حلقة محور معين نتكلم عنه بالتفصيل أنا مشكورك جداً يا دكتور حسن كل شكر لحضرتك كل ما حبيتي وتقديري واحترامي لدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بأندسة عين شمس كلام اللي شرحوا دكتور حسن لحضرتكم بمنتهى التركيز واختصار غير مخل بالمعنى كده زي ما نقول في اللغة العربية بيوصل لك بس النتيجة الاستثمارات اللي اتعملت في البنية التحتها المتعلقة بمنظومات النقل والطرق والكباري اللي في مصر وهذه المحاور اللوجستية والمحاور غير اللوجستية هي كانت من أهم أهم العوامل والأعمدة الرئيسية لجذب الاستثمار في مصر وتوسيع القاعدة الاقتصادية المصرية تماماً نكون كلنا استوعبنا ده خلصت الحلقة لحد كده لأسف الشديد لكن الكلام طبعاً مخلص لأنه كريم رمزي داخل حالاً دلوقتي برنامجه رقم عشرة احنا لو كنانا العمر ان شاء الله نقملكم في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات